اللي عايز سعلك على حياتك واتبقوا لها في الانترو النهاردة الدوري بتاعنا بغض النظر اللي خلص ده واللي حصل والحكايات احنا لحال الوقت ما فيش جدول دوري اي حياتي ما فيش نزام للدوري واش حطيته جدول تعريبا هنا في ال حطينا جدول صح اه بس ما عجبهوش ما عجبهمش ما عجبهمش عجبهم اكيد اه قالك في مشاكل فهو لما تقلي في مشاكل قلت خلاص اعمل اللي ما فيش مشاكل بس يعني عمتا فكرة ان احنا ما عندناش جدول معلم من بدري تأثيره على الاجهزة الفنية وعلى اللعيبة وعلى النظام وعلى كل ده اي انت انت كده بتجيب من 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 اخر الموضوع اه مش من اول اه مش من اول من المسؤول انه هيحط يحط الجداول مين اتحاد الكورة صح لجنة المسابقات اه اتحاد الكورة او يعني اللجان اللي داخلية اللي بتدير دي اه لجنة المسابقات دي مع ربط التقندية بقى ومع اتحاد الكورة اتحاد الكورة اللي بيديره كورة في مصر مظبوط طب الاتحاد الكورة اللي بيديره كورة في مصر هل هم مؤهلين هم يديره كورة في مصر او هم كلهم حبابنا وصحابنا اخد بالك الكلام انا اترك في الاول ايه اترك لما حد يشتمني ويتكالي يقولك احمد بلاي ما عندوش فكرة ده رأي فن اهو ما ماعابش في شخصي فبالتالي انا مش ده علام منه ده رأي فن او شايف ان انا مثلا اوحش راس حرب اجيه في تاريخ مصر بلعتك تحر تمام تقييمك ده وانت حر فيه فانا النهاردة لما تجي تتكلم عن المجموعة الموجودة في مصر ان النهاردة بتدير كورة القدم او منظور الكورة القدم في مصر اللي فيها عنديا عدة المئة سنة تمام وتيجي تقولي مثلا محترمنا الكامل لكل الاشخاص يعني شخص يعني كاشخاص لكن انا بكلمك على ناس مهمة جدا بتدير كورة في مصر تمام مليارات ويبقى مثلا حد ملعبش فريق اول 20 ماتش او حد مثلا ملعبش اصلا منتخب مصر وحد اصلا ملعبش دور ممتاز وتيجي تقولي اصلا المجموعة دي تم اختيارهم او تم انتقاءهم او تم انتخابهم هم مين اللي بيحط القواعد بتاعة القواعد الانتخابية مين اللي بيحط القسس اللي بناءنا عليها يجيبوا حد يرشح نفسه يبقى رئيس اتحاد كورة ولا عضو مجلس الادارة ولا امين سنق ولا 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 ده اسمه كرة القدم يعني اسمها اتحاد كرة القدم المصر اتحاد كرة القدم يعني المفترض الناس اللي فيه تكون فاهمة كرة قدم وفاهمة لوائح كرة قدم واشتغلت قبل كده الحتة دي ولعبتها ومرستها ومال ازلك تمام فالنهاردة هل ينفع احمد بلاي النهاردة يوم الصبح كده عشان معاه بكاليوس تجارة وروح رشح نفسي بيشتغل في اتحاد كرة السلة ينفع او نقابة المهانسين او مثلا نقابة العمال نمالك مالك خاصة احنا ليه 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 اصلا حطيني المشكلة وبعدين بندور على النتاج اكيد النتاج هتبقى سلبية يعني فيه انت اصلا حطيت المشكلة حطيتها خلاص انت بتدور عليه بعد كده انت اصلا انت اللي صدرت المشكلة المفترض اساسا عشان تترشح تبقى عضو مجلس ادارة ورئيس اتحاد كرة على الاقل تكون لعبت المنتخب مصر لعبت دور ممتاز عدد من السنوات في رأيك يا كابت lawsuitي قللك الإدارة المختلفة عن اللعب انا الانت بتدير كرة القدم خد بالك في الاندية ممكن يبقى الوضع مختلف الاندية اليه الاندية لانك عندك مجالات تانية وعندك ايضا تاني مختلف وعندك اعضاء وعندك كراسي وعندك شمسية وعندك اكل عندك حاجة كتيرة جدا يعني فيها فيها مختلفة عن الكرة شوية وفيها العاب تانية مختلفة وفي حاجة كتير لكن أنت بتتكلم على اتحاد كرة القدم يعني أنت بتتكلم على بتدير اللعب هل أنت النهاردة مثلا هنرجع لأيام زمان هتجيب واحد مع فلوس يصرف على الاتحاد كان بش موجود صح؟ وكانت تجربة فشلة حتى في كل الأندية لأنك تجيب واحد يصرف فلوس وبعدين يدين النادي فيطلع هو من يخلص الفترة بتاعته فيقولك الشيكات اللي أنا مدين بيها النادي موضوع فاشل طبعا فأنت النهاردة هتدير كرة القدم أنا بقولش أنه بس يبقى لعيب كرة فقط لغير لعيب كرة ودارس لوائح عشان قبل كده خد بالك ودارس لوائح عشان قبل كده لما كان بيبقى فيه لعيبة كرة كتير في تحاد الكرة كانت الناس برضو متضايقة ومش مبسوطة لما كان في تحاد الكرة فيه لعيبة كتير ليه سماء كبير ليه هو سامير زاهر ده مش قدر أنه يحصل مع منتخب مصر على بطولات في إفريقيا حصل يعني أنت بس ربنا يرحمه طبعا كابتن كبير كابتن سامير زاهر هل تقييمك للاتحاد ناجح حولك أنه يكسب أفريقيا لا مش بس كده أصدق الدوري سعادة وصلنا في أفريقيا كان ممكن نكسبها هل الدوري سعادة ما كانش منتظم كان منتظم جدا هل كنا بنعاني من المشاكل اللي بنعاني فيها في الوقت الحالي هل كان عندك مشكلة في الإعلام ضد يعني إعلام الأندية كان عندها مشاكل في هذا التوقيت لا كان الجدوى المحطوط التأجيلات المحروف إلا ما رحمه ربي بقى لو فيه يعني مثلا فيه فيه حادث فيه مشكلة فيه حاجة حصل فيه أي طريق إنما زمان كانت الأمور واضحة إنما دلوقتي مفيش أي حاجة واضحة أنت بتتكلم دلوقتي المفترض أن الدوري إيه إمتى مش عايف إحنا عاديم ما نعرفش سنة خلصت السوبر السوبر تحدد السوبر أنت عايفة المشكلة فيك؟ السوبر مصر تحدد أيوة والدوري ما تحددتش أنت فاهم إنت عارف المؤذف ده إيه؟ مش أنا وإنت نبقى متضايقين لو فيه جهاز فني اللي هو قتة مجمع لعيب توعمل معسكرات ومش عايف يعمل أحمال بدنية ولا بدنية ولا فنية ولا حال عبغضش أولاني إمتى يعني بغض النظر نعلو زمالك عشان هم عندهم إفريقيا والشغالين لكن باية الأندية لهم ما قابوش أي حاجة هيحط جدوى المتشاة الموراتة اللي ودي إمتى بزي ما أنت بتقول فترة الإعداد هل هيطولها ولا هتبقى فترة إعداد قصيرة هل النهاردة الأحمال البدنية اللي بتاخدها للعيب هل هيستمر فيها فترة ولا لا هل هيلعب ماتشات كتيرة ولا لا هيخش هيدخل إمتى هل هيقعد شهرين ثلاثة يقامل فترة إعداد لحد ما الدوري يجي مش منطق مش منطق تكلفة كمان مالية وبدنية كل حاجة كل حاجة كل حاجة وبعدين أنت النهاردة أنا آسف يعني لما هتيجي تجيب لعيب كمان غير بقى لتكلفة المادية وغير وغير والجدول اللي المدير الفن مش عالي اللعيب نفسه لما هتعادوا ثلاث شهور يقعد يتمرم بس من غير مباريات رسمية ده موضوع مرخي جدا بالنسبة للعيب بيفقد الشغف يعني أنت برضو هخد بالك أنت النهاردة اللعيب ده مش آلة أنت هتحركها اللعيب ده برضو عنده نفسية ومحتاج أنه يبقى عنده شغف تمام ليه أنا عندي فترة أنا هلعب إمتى هلعب الشهور الجاي مثلا يعني النهاردة مثلا 15-9 فهلعب 15-10 فأنا عندي كمان تأهيل ذهني بالنسبة لي إنما النهاردة 15-9 وأنا مش عارف الدورة هتلعب إمتى أكسل النهاردة في التدريب شوية هكبر دماغي شوية ممكن أعمل نفسي تعبان لو في بس إصابة صغيرة خلاصا قاعد يومين ثلاثة الدنيا مفتوحة بالنسبة لي لكن لو النهاردة في موعيد ثبتة وكل العيب عارف إنه هيبتدي بعد شهر يعني كل العيب هيبقى واخد الأمور بشكل يعني جد جدا 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 جدا